البروفيسور الامريكي الباريس توماس ستوفر أستاذ الاختصاد في هارفورد وجورج تاون الامريكيتين نشر في الماضي دراسة عميقة جدا عن تكلفة العلاقة الامريكية الاسرائيلية وقال ان الولايات المتحدة دعمت اسرائيل منذ العام 49 وحتى العام 2002 بمبلغ 3000 مليار دولار اي ما يوازي تكلفة حرب في اتنام اربع مرات ودفع ذلك من جيب دافع الضرائب الامريكي وكان نصيب كل يهودي اكثر من مليون وسبعين الف دولار انفقت على كل يهودي في اسرائيل من جيب دافع الضرائب الامريكي هل ما تحصل عليه الولايات المتحدة من اسرائيل يوازي هذا الانفاق الهائل مع الاسف نعم ينظر الاسرائيل باعتبارها حاملة طائرات بمعنى ان الاستثمار الامريكي في اسرائيل استراتيجي وليس اقتصادي والاستثمار الاستراتيجي يأتي بعائد اقتصادي لكنه غير مباشر اسرائيل ينظر لها الولايات المتحدة انها احد اعمدة الامن الامريكي وكما يقول دائما المتحدثون الصحاينة انه بدون اسرائيل الولايات المتحدة كانت ستضطر الى وضع ما يقرب من خمس حاملات طائرات في المحر الابد المتوسط كل حاملة طائرات تتكلف عشرة بليون دولار الى جانب طبعا المواجهة المباشرة مع العالم العربي معنى ذلك انه كانت ستتحمل الولايات المتحدة ما يزيد عن خمسين بليون دولار في السنة بينما هي تعطي لاسرائيل عشرة حتى قال مرة